بشكل الى حد ما سلب يا مهندس خالد عبدالعزيز لا ده حقيقي انا زعلان اه انما قبل كده ستا مشاركة تتكلم بشكل ايجابي بالزبط ليه التغيرات اللي بتحصل دي انا 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 نقول باش مهندس اذا كان خالد زين كان بالنسبة لك اعاقة علشان ليه كاركتر وشخصية وكلمة فيا سيدي انا خالد زين المصلحة العامة تجوب المصلحة الخاصة فانا عدت ساكت سنتين رغم الايهانات رغم قرار السيد النائب العام ببرأتي رغم حكم محكمة بلغاء قرارك يا وزير رغم صدور أحلتوها لمحكمة الجنايات الدائرة السبعة وخدت عدم جواز للسيناف وتقنيت قرار النائب العام بعدتوا للاتحاد الدولي عشان تشلوني صرفهم 84 ألف جنيه وراح حصل مصطفى عشان يشلني وما تشلتش وعملوا بانل والناس قالوا مفيش حاجة أجانس غالد زين مفيش حاجة ضده ورجعوها راحهم للاتحاد المتوسط ما هو ده اللي يمكن أقول لسه أقول لك مهندس شام حطب الحلقة اللي فات قال أن أنت لن تترصح لن يتم ترشيحك لاتحاد البحر البيض علشان هو ما ترشع عمره في حياته ما ترشع في حاجة هو عنده حقد أسود جوايا عيني للباب فأنا صعبانا هو تلاقي ضغط الترفع عنده دلوقتي أنا عايز أقول لك حاجة يا باش مهندس أنه تبقى للايحة البحر البيض أنا من حقي أرشح نفسي كعيد ومكتب تنفيذي وإن شاء الله أنت مش هتبقى موجود بأمر الله بس طيب هل هتخد الانتخابات أه طبعا بس لجنة الأولمبية المصرية وما تقوليش أنا أخدها يوم واحد وبعد كام شيء ما تقوليش لأن أنت قلت أبكار ردت الرد أنا 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 حولك حاجة أنا في الوقت أنا كأب أعرق هيئة قضائية في مصر أنشهت سنة الف تنمية ستة وسبعين كما قلت في برنامج إسلام الشاطر أنا أعمل فيها فراش ولا أكون رئيسا للجنة الأولمبية لأنه ما احترامي أنا في بيتي كمستشار كبدافع قيمة وقامة طبعا قيمة وقامة في الحتة ليه قيمة وقامة أنا بقى مع أولادي المستشارين الأعدى في وسط الأعدى تسوي الدنيا كلها خلينا أقول في رأي تاني بيقولي لأن لست المصر ما قدرت يترصح لأنه هو تم إسخط عضويته من قبل الجمعية العمومية آه مظبوط صح حتى لو تحب تترصح مش تقدر تترصح أنا بالنسبالي أنا بالنسبالي للاتحاد الدولي أنا على فكرة حنكتعلم أن أنا واخد أعلى وسام في العالم خدت أعلى وسام في الأنوكا الأكنو الأكنو على مستوى المتين وستة دولة مه في ألف وقمسمائة شخصية عالمية كنا في كوريا مه أنا يعني بالرغم يعني بالرغم الأوسمة دي كلها دمه أنا شاب حطب يمكن هيطلع على شاشة دلوقتي آه كان بيقول إن اتحاد التجديد تجديد فاشل بدليل مركزه العشر آه مش الاربعين مه وقع من الحصاء مه شوف آه الولد آه قبل الخالق أنا على فكرة أنا طول عمري بشتغل مع المظلات وقوات المحرية ممكن ده أدلت على الشاشة ومشاهدين ما بيتفرجوا الحوار الأجراء المهنشب حطب يا عم هو عمره ما لبسش هو عمره ما لعب بإسمه مصر أنا مش متعاهد من دلياته عبدالعزيز مسؤول مالي وبس اتحاد التجديد فاشل والعب القوة والعب القوة فاشل والي ضعطه وحش وخالف زين وحش يا حبيبي هذي الشخصية احنا اليومين اللي فاتوا رجالتنا بحسنا عنه وطلعنا أحكام كثيرة كثيرة لسه الشهرين اللي فاتوا طلعين أنا عندي بس مش هنطلعهم مش هنالحق عندي بلاوي أنا بقولك أنت محتاج بلاوي وقرار النهاب أولا أنت عارف هل تعلم أنه كان ممنوع من الصفر ألفين واتناشر مين اللي ممنوع من الصفر هشام حطب فقضية إيلة قوي وما زالت سارية وشغالين فيها مال بيسافر إزاي لا أمو أتخذ منع الصفر وتظل من قرار النائب العام ودفع فلوس قد كده ويصرحوله لكن القضية مازالت إيه السبب اللي هو القضية تترفع عليه قوي اتمنع من الصفر كان موضوع خيل وابتحب أدي لك الورق يعني احن مش عايزين نفضح حد لا خلينا احنا مش عايزين شخصا لا لا مش عايزين شخصا أنا جايلي وأنا رئيس لجنة أولمبية جواب من النمسا واتبع من السويد أنا آسف واتبعت معالي الوزير طاهرة أبو زيد كان وزير الرياضة في هذا الوقت إنه بيقول وابعت الخيل وبتاع ده واحد من السويد ده شكوى رسمية وجات للصفارة بتاعتنا هنا واتقال إنه هو واخد أربعين ألف يورو وبيدعي إنه هو رئيس لجنة أولمبية احنا خلينا ده في المحاكم أو في التحيات يعني صرته ذاتية وحياته كلها مليئة خلينا نبعد عمون شامحة